تحزيز الجيش بكوادر الضباط وأحياء الصناعات الدفاعية في البلاد هي الأهداف الرئيسية للإصلاحات التي يشهدها الجيش الأوكراني وفق ما أعلن وزير الدفاع ستيبان بولتوراك سياسة تأهيل الكوادر تهدف إلى اكتساب الخبرات العسكرية ومن بين الأولويات اكتساب القدرة على التخطيط العسكري بالاعتماد على خبرات الشركاء الدوليين وقبل كل هذا يجب أن يمتلك الجيش الأوكراني ما يلزمه من سلاح كما أكد وزير الدفاع تم اتخاذ قرار تخصيص أربعة ملايين هريفن لتعزيز القدرات الدفاعية للقوات المسلحة في أوكرانيا وشراء أحدث المعدات والآليات مهمتنا في المرحلة الحالية هي إعادة التخطيط لاستخدام هذه المصادر على أفضل صورة ممكنة